اثنتان من النواب قررتها استيراد فكرة شراء القمامة من المواطنين من خلال منافذ في الشوارع وذلك لتحسين طريقة فصل المخلفات وتحفيز المواطنين على القيام بها في المنازل وبالتالي رفع معدلات التدوير نحن في مصر دلوقتي ندور حوالي 5% بس طبعاً ذا رقم قليل أوي بالنسبة لعادة الاقتصادية لنستطيعنا نخرج منه نجاح الفكرة سيقضي على ظاهرة فرز المخلفات في الشوارع من قبل جامع القمامة ولكن المشروع لا يهدف التضييق عليهم في أرزاقهم وإن كان يحتاج وقتاً لإقناعهم بالفكرة لو جامع القمام عايزين يشتغلوا في هذا المشروع إحنا هم هيرحبوا بيهم وحيخلوهم يشتغلهم وده حيبقى مبدأ عام في جميع الأحياء قائمة بأسعار كيلو المخلفات تبقى لنوعها منشورة على الأكشاك التي تقيمها الجمعيات الأهلية على نفقتها وتشغل فيها الشباب ليستفيدوا من العائد وكل شيء تبقى للميزان المواطنون على اختلاف مستوياتهم رحبوا بالفكرة التي ستتطلب القيامة بالفصل في المنازل ثم حمل القمامة والسيرة أو القيادة إلى الأكشاك زي ما الأفكار الوحشة عدوى الأفكار كويسة كباً عدوى ممكن الناس تبتزي بيها وبتنتشر بعد كده من بيت لبيت وبعد كده في الأحياء كنت للم في السندوس الدبال ياخده ياخد الحاجة الحلوة ويسيب الليه الباق ويمشي لها دلوقتي كله مدموم يدمع يدمع ويديب هنا بس بالفلوس الموضوع برمته لا زال في إطار التجربة والتقييم قبل أن تعممه محافظة القاهرة وربما تنتقل الفكرة إلى محافظات أخرى أو دول أخرى دامر بنصرة العربية القاهرة ترجمة نانسي قنقر